اشتركوا في القناة ونقل وتخزين الكربون عنوان عريض لورشة عمل هدفت منذ اللحظات الأولى لانطلاقتها إلى ضرورة الحد من ارتفاع تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي إلى جانب ما حرص عليه المعنيون والخبراء في إيجاد أنجع الخطط والدراسات التي تسلط الضوء على ركن الفرص الخاصة بنشر تكنولوجيا استخدام الكربون وضمان نجاح استخدامها عبر معاينة جوانبها العلمية والاقتصادية والبيئية كالية ليست في الوقود الأحفوري وإنما الإشكالية في الانبعاثات فمعالجة الانبعاثات هو أولى من الهجوم على هذه الطاقة الأحفورية كان هناك توجه إلى وضع نوع من الضريبة ولكن بنجاح فريق المفاوضين برئاس الدكتور أيمن استطاعوا أن يعززوا موقف الدول العربية لدعم هذه الصناعة صناعة إنتاج الطاقة الأحفورية وإبعاد الضغط العالمي عليه هناك توجه عالمي غير مضرر أن الطاقة الأحفورية هي سبب الانبعاثات وعلى الأكس هي مصدر النمو الاقتصادي العالمي اليوم ولعل الجانب البيئي من أبرز الجوانب التي يركز عليها المشاركون في أوراقهم البحثية إذ يعتبر موضوع تغير المناخ من أبرز القضايا البيئية العالمية التي يقف وراء حدوثها الوقود الأحفوري باعتباره المصدر الطبيعي للطاقة في العالم ولكونه المساهم الأول في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون ولكن تبقى الحاجة ملحة لتعظيم الاستفادة منه وتغيير النظرة السلبية إلى أخرى إيجابية كقيمة مضافة من خلال التوسع باستخدامه في عمليات رفع إنتاجية النفط الخام من الآبار وتخزين الفائط الدول العربية هي مصدرة المصدر الأساسي للنفط وتعتمد على اقتصاد النفط ولكن عندها جدية بتعامل مع تغير المناخ والحد من من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومنها المنطلق هيدا نطلع على إنتاج طاقة أنظف نطلع على سياسات التي ترشد استهلاك الطاقة نطلع على آليات التي تخفف من أثر الانبعاثات ومنها الكربون كابتشر وستوريج هدف أننا كمفاوضين يكون هناك نوع من السياسات التي تؤسس لاستخدام الكربون كابتشر كأحد الوسائل لتنمين المستدامة والطاقة النظيفة التي تستخدم حول الحالة عالميا حسن استخدام الكربون وكيفية تخزينه آلية ولحجم تلك العوائد الإيجابية التي قد تأتي منها فهي من تستحق البحث والدراسة كتقنية نظيفة آمنة من الواجب التجديع على الاستثمار فيها وإمكانية تطويرها بشكل مستمر لتلفزيون البحرين محمد رشيدات